أهلا بكم أخواني وخواتي الأعزاء نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم آمين في هذه الحلقة نتناول موضوع مهم جدا وهو أسرار ما بعد الأسرار في تجربة الخروج من الجسد وأيضا نجيب على أحد الأسئلة من أحد متابعين حلقاتنا حول هذا الموضوع أعزائي وأحبائي تجربة الخروج من الجسد تسمى باللغة الإنجليزية out of body experience أمامك هذه التجربة تختلف عن الإسقاط النجمي في بعض الأمور وأيضا هناك تشابه بين التجربتين في أمور أخرى وضحنا الاختلاف في الفيديو رقم 131 في حلقة مفصلة عن الإسقاط النجمي نبدأ هذه الحلقة حيث هناك تساؤل في الإنترنت يتساءلون هل هذه الجلسات أو التطبيقات فيها حالات مضرة أم هي غير مضرة الجواب هذه التجربة أخي وأختي أنت هنا تعكس أنت هنا ماذا أنت هنا تعكس ماذا نقصد بالعكس؟ العكس معناها هذا المعنى أنت تأخذ نوعية مشاعرك وانفعالاتك وأفكارك معك نكرر مرة أخرى نقول العكس معناه أنت تأخذ نوعية مشاعرك وانفعالاتك وأفكارك معك عندما تطبق جلسة الخروج من الجسد دعونا نوضح أكثر نريد أن نقول أنه ليست في هذه التجربة فقط أن تتعكس نحن في كل حياتنا اليومية نحن نعكس باستمرار ما في داخلنا عندما نتعامل ونتفاعل في حياتنا المادية في العالم المادي دعونا نعطيكم مثال شخص على سبيل المثال بخيل كيف يعكس هذا الشعور في تعاملاته اليومية؟ كيف يعكس هذا الشعور؟ بالطبع يكون لا يصرف ويحافظ جدا على المال بمعنى هو يعكس ما بداخله شخص كريم كيف يعكس هذا الشعور في تعاملاته اليومية؟ بالطبع يعكس هذا الشعور في تعاملاته اليومية عن طريق الكرم شخص آخر عصبي المزاج جدا كيف يعكس هذه المشاعر في تعاملاته اليومية؟ بالطبع سوف يعكس الصورة العصبية عندما يتعامل مع الأشخاص الذين يتفاعل معهم يوميا كل شيء في حياتنا الخارجية في تعاملاتنا وتفاعلاتنا في العالم المادي هو عبارة عن إنعكاس أي مرآة ما هو موجود تماما في داخلنا من انفعالات إيجابية وسلبية في تجربة الخروج من الجسد نفس الحالة فالسؤال هل هو ضار أم هو غير ضار هذا التطبيق؟ هل هو ضار أم هو غير ضار؟ هذا السؤال يكون غير صهري بمعنى أن الذي يسأل هذا السؤال فهذا الشخص لم يدرس أو لم يتعرف كاملا على علوم المتافيزيكس وقوانين الكون بمعنى آخر أن في هذه التجربة انفعالاتك ومشاعرك وأحاسيسك تأخذها معك عندما تنفصل من الجسد نكرر ونقول في تجربة الانفصال من الجسد معناها أن انفعالاتك ومشاعرك وأحاسيسك تأخذها معك عندما تنفصل من الجسد بعد الانفصال فالجسم الضوئي هذه الكلمة أقصد الجسم الضوئي يعني الجسم الشفاف الذي انفصل عن الجسم المادي فبعد الانفصال هذا الجسم الضوئي يرى ويشعر ويفكر وينتقل بحرية ويحلق ويخترق الجدران وتفكيره الجسم الضوئي الآن نتحدث حول الجسم الضوئي بعد الانفصال تفكيره يكون منفصل عن تفكير الجسم المادي ننتبه الآن تفكيره يكون منفصل عن تفكير الجسم المادي والآن السطور التالية التي سوف نوضحها هي في غاية الأهمية فننتبه إلى هذه السطور الآن نقول نحن هنا في هذه التجربة نعتقد أصبح لدينا شخصين أو جسمين نعتقد وسوف أقول لكم شيء وربما أنتم تنصدمون الآن من سماع هذا الشيء أقول هل أنتم مستعدين لسماعه نقول الآن هذا الشيء عندما تنفصل من الجسم أنت وبعد الانفصال أنت وبعد الانفصال لا تكونوا شخصين لا تكونون اثنين بل أنتم الآن تكونون ثلاثة أجسام أو ثلاثة أشخاص ليس اثنين ثري المتخصصون في علوم الانفصال وهذه التجارب يعرفون هذا جيدا الآن تسألون وتقولون كيف ممكن أن نكون ثلاثة أشخاص أعطيكم خمسة عشر ثانية لكي تفكروا نحسب خمسة عشر ثانية وتفكروا بهذا الأمر كيف تكونون ثلاثة أشخاص خمسة عشر ثانية؟ الجواب تكونون ثلاثة أشخاص وهم كالتالي أنت الجسم الضوي وأنت الجسم المتمدد على السرير وأنت الآن الثالث وأنت الشخصية الثالثة التي تنتج من دماغك المتمدد وهو في وضعية الحلم أو التفكير الشخصية الثالثة نكرر الشخصية الثالثة هي التي تنتج من دماغك المتمدد وهو في وضعية الحلم أو التفكير فهذا الشخص الآن الشخص الثالث يكون الشخص الحالم ليس الذي يحلم الذي يحلم هو الشخص المتمدد على السرير الشخص الثالث يكون الحالم هل أنتم معنا؟ هل تلاحظون؟ فهذا الشخص الحالم الشخص الثالث أنت أيضا في بعض الحالات تراه بعد الانفصال هذه تحدث في بعض الحالات لكنها ليست شمولية وفي بعض الحالات الأخرى أيضاً والآن يجب أن نحذر الآن يجب أن ننتبه نقول في بعض الحالات تحدث هذه أيضاً في تجربة الخروج من الجسد عندما تخرج من الجسد أنت ترى نفسك الجسم الضوئي هذا أنت الحقيقي المنفصل عن الجسد هذا أنت الجسم الضوئي مرة أخرى أنت الحقيقي المنفصل عن الجسد وهنا الآن ننتبه وترى في زاوية من الغرفة شخص آخر نكرر وننتبه وترى في زاوية من الغرفة شخص آخر السؤال ترى من؟ من هذا الشخص؟ هل تستطيعون أيضاً أن تفكروا بالجواب؟ أيضاً هذه ليست شمولية في بعض الأحيان تحدث الجواب الشخص الذي تراه ننتبه الآن الشخص الذي تراه ترى أنت ترى من؟ ترى أنت إذن الجسم الضوئي الذي هو أنت وشخص آخر في زاوية الغرفة هو أنت أيضاً فأنت الجسم الضوئي تشاهد أو تنظر إلى أنت الذي وقف في زاوية معينة فأنتم تكونون اثنين أي شخصيتين ضوئيتين أو شخصيتين ضوئيين بهذا المعنى وواحد متمدد على السرير الذي هو أنت الجسم المادي الآن هذا الشخص الثالث الذي هو أنت الثالث هذا الشخص الثالث الذي هو أنت الثالث ممكن الآن ممكن أن يكون هو شخص وهمي هو شخص وهمي وهو الذي يكون مرآة لطبيعة اعتقاداتك وأفكارك وأحاسيسك تماماً هل تلاحظون؟ نرجع إلى هذا الشكل أمامك مرة أخرى والذي وضحناه في الفيديو رقم 130 والفيديو رقم 132 وهذا الشكل سوف نعتمده في برامجنا المقبلة كدليل نستخدمه لتوضيح مواضيع أكثر هذا الشكل أخواني واخواتي في غاية غاية الأهمية يعرفك أنت في أي مستوى تعيش في أي نقطة في الكون أنت تعيش بمعنى أين يكون مستوى وعيك في الكون فعندما تخرج من الجسد ونفترض أنت شخصيتك هي الشخصية القلقة لديك مشاعر سلبية أخرى أيضاً مثل الشعور بالندم لأخطاء ارتكبتها في الماضي تشعر ربما بشعور سلبي باتجاه شخص ما أو أشخاص معينين بسبب موقف أو ظرف معين حدف بينكم فهنا فعندما تنفصل من الجسد ترى نفسك في المستوى الروحي المتصارع أين ترى نفسك؟ ترى نفسك في المستوى الروحي المتصارع بمعنى مرة أخرى نريد أن نقول أنت تخرج من الجسد وحاملاً معك انفعالاتك السلبية هنا أنت سوف تستقر في المستوى الروحي المتصارع باللون الأحمر هذه هي انفعالاتك السلبية ومشاعرك السلبية أنت تعكسها عند الانفصال فترى أجسام أو أشكال أو كائنات أو تسمع أصوات تعكس طبيعة مشاعرك هل تلاحظون؟ ولهذا دائماً نحن نصر نصر باستمرار نكرر نصر نكرر ونقول تدرب على المحبة محبة نفسك ومحبة الآخرين ومسامحة النفس والتواضع أي تبني شخصية قوية فرحة حرة وخالية من أي انفعال سلبي السؤال هو كيف تبني هذه الشخصية الحرة القوية الفرحة الرائعة الجواب هذه الشخصية الحرة القوية الفرحة الرائعة هي أساساً موجودة فيك هي حقيقتك أنت أساساً القوة الغير المحدودة والجمال والفرح الغير محدود لكنك أنت نقول ناسيها أو لم تفعلها أو لم تفهمها أو هذه القوة العظيمة التي فيك اندثرت أو أزيلت من وعيك بسبب الحضارة السلبية التي تعيش فيها أو ربما بسبب التجارة السلبية التي مررت بها فنقول أنت ترجع إلى حقيقتك الغير المحدودة وإحدى التطبيقات العظيمة لتعيش الحقيقة الغير المحدودة حقيقتك المطلقة البعد الرابع هو تطبيق وجلسات الصلاة العلمية وخاصة في أمر تجربة أو جلسات الخروج من الجسد تطبق باستمرار الصلاة العلمية تطبيقا مستمرا تقول باستمرار أنا المحبة أنا الهدوء أنا القوة روحي من روح الله أفكاري من أفكار الله كل خبراء وفلاسفة تجارب الخروج من الجسد يؤكدون وبإصرار وباستمرار يؤكدون كثيرا كثيرا على الصلاة العلمية ونحن نقول باستمرار أيضا أن مركز علوم المتافيزيكس مركز علوم المتافيزيكس هي كلها كل علوم المتافيزيكس هي في إثبات الحقيقة المطلقة أي في الصلاة العلمية لأن في الصلاة العلمية أخواني وأخواتي الأعزاء في الصلاة العلمية تزال المعاناة تزال كل المخاوف أنت خارج محددات الزمن والمسافة بمعنى آخر أن في تجربة الانتقال أو الخروج من الجسد فمركز نجاحك التأكيدي تأكيدي أبسلوت هي في تطبيقك الصلاة العلمية فعندما تنفصل من الجسد أنت هنا تقفز أو تعبر هذا المستوى الروحي المتصارى أنت فوق هذا المستوى المتصارى أنت تقفز فوق أي كائن أو أي شكل أو أي موقف سلبي ربما يظهر لك أنت تعيش في البعد الرابع النقي فهذا الكائن السلبي أو الأشياء السلبية لا تظهر إليك إطلاقا وحتى دعونا نقول هذا حتى لو إن كائن أو صورة أو موقف سلبي يظهر إليك فأنت لا تكترث أساسا فبمجرد وأنت الآن نقصد أنت الآن بالطبع أنت منفصل نتكلم الآن أنت منفصل عن الجسد فدعونا نتصور حتى لو يظهر لك كائن سلبي أنت لا تكترث فبمجرد أنت تكرر الصلاة العلمية فالأشياء والكائنات السلبية تختفي بل لا تستطيع عليك إطلاقا بل وكما قلنا أنت أساسا لا ترى ولا تجدها لأنك أنت الآن في البعد الرابع النقي شيء مهم آخر حقيقة جدا جدا مهم في لحظات خروجك من الجسد ننتبه الآن لحظات خروجك من الجسد وأقصد في اللحظات الأولى التي أنت لست منفصل كليا في لحظات الخروج ننتبه الآن إلى هذا جيدا الذي سوف نقوله سوف تسمع ممكن أن يحدث هذا وممكن أن لا يحدث هذا سوف تسمع أصوات أشخاص يدقون الباب سوف تسمع ممكن صوت عالي معين ترى شكل معين هذا نريد أن نكرر وأنت في اللحظات الأولى من الخروج من الجسد لا تكترث نقول الآن لا تكترث لا تكترث لا تكترث من هؤلاء إطلاقا 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 استمر بالارتفاع كن شجاعا وارتفق هؤلاء هم الجماعة السلبية الكائنات السلبية التي تستقر وتعيش في المستوى الروحي المتصارع والتي تريد أن توقفك من الصعود أقصد الانفصال لأن في الانفصال هو حريتك لأنك أنت بدأت تتسلق بالاتجاه الصحيح وتذهب إلى البعد الرابع الذي هو حقيقتك وهذه الكائنات السلبية لا تريد تحررك فهي تحاول أن توهمك بأصوات ودقات على الباب هذه الأمور تحاول أن توهمك هذه كلها أكاذيب لا تكترث لها بل أنت ماذا تعمل في هذه اللحظات أنت تردد الصلاة العلمية تقول وبشجاعة وبثقة تقول أنا قوة أنا محبة أنا الضوء أنا محمي أنا محمي بقوة الإله أنا الانتصار أنا الحرية هل تلاحظون؟ شيء آخر وهذا يحدث بنسبة قليلة ولكنه ربما يحدث ضربات قلبك تزداد بسرعة هذه في الحقيقة ليست ضربات قلبك أساساً أنها الطاقة القوية التي في جسمك الضوءي هذه ليست ضربات قلبك أنت تعتقد أنها ضربات قلبك لكنها في الحقيقة هي الطاقة القوية التي في جسمك الضوءي يعلن أي جسمك الضوءي يعلن لك أنك الآن في مرحلة الانفصال أنه يريد أن ينفصل فلا تخاف فلا تخاف لا تخاف فبعد الانفصال كل شيء يرجع طبيعي جدا جدا والشيء التالي أيضا يحدث وهو اهتزازات الجسم هذا أيضا إعلان أن الجسم الضوئي في حالة الاستعداد إلى الانفصال من الجسم المادي يحدث تحدث هذه الاهتزازات وفي بعض الأحيان تكون قوية كل جسم يهتز بقوة نكرر بمعنى هذا إعلان أن الجسم الضوئي في الاستعداد إلى الانفصال من الجسم المادي بالطبع نأتي الآن أخواني وخواتي الأعزاء إلى الإجابة حقيقة لسؤال جدا رائع من أحد المتابعين ونشكر صاحب هذا السؤال السؤال يقول إذا خرجت الروح من الجسد كم هي أقصى مدة ممكن أن يتحملها الجسد بدون الروح فالروح هي التي تعطي الحياة للجسد وبدونها الجسد يبرد ويتحلل نقول أخواني وخواتي الأعزاء أن هذا يعتمد كثيرا حسب وعي الذي يطبق وحسب خبرته ومدى فهمه لعلوم المتافيزيكس وأيضا هذا يعتمد على أي نوع من أنواع السفر هو يطبق أي نوع من أنواع السفر نحن شرحنا ووضحنا أثنين وهما الإسقاط النجمي وتجربة الخروج من الجسد في جلسة أو في تطبيق الإسقاط النجمي أنت تتحول أنت ترتفع أنت تتغير ولاحظوا معنا ماذا نقول أنت تتحول من المحدود إلى الغير المحدود جسمك يصبح ضوء أساسا الإنسان لا يبقى محدودا يتحول كاملا إلى الضوء بمعنى آخر لا تبقى هناك أي معاني لمفردات الجسم المادي بل على العكس الجسد يصبح أنشط نعم يصبح أنشط وأقوى وأجمل وأذكى أنت تتحول إلى الغير المحدود أنت تعيش في البعد الرابع هذا في الإسقاط النجمي في التجربة الأخرى وهي تجربة الخروج من الجسد العملية قليلا تختلف في تجربة الخروج من الجسد ننتبه الآن جيدا إلى هذا الأمر في تجربة الخروج من الجسد فالمبتدئ يجب أن لا يبقى منفصلا أكثر من دقيقة يجب أن يرجع في أقل من دقيقة في حدود 20-30 ثانية بهذه الحدود أو 40 ثانية يجب أن يرجع وخلال ثواني لأن ذاكرة هذا الإنسان الذي هو الآن ماذا؟ الآن هو الجسم الضوي يجب أن يرجع في أقل من دقيقة لأن ذاكرة هذا الإنسان الذي هو مرة أخرى الذي هو الآن الجسم الضوي تنمسه نهائيا إذا بقى أكثر من دقيقة فإذا بقى أكثر من دقيقة ماذا يعني هذا؟ بمعنى أنه بعد أن يرجع إلى جسده سوف يكون ناسيا ماذا حدث له مرة أخرى نكرر هذا أقصد إذا بقى دقائق طويلة خارج الجسد في حالة الشخص المحترف نحن الآن نوضح تطبيق تجربة الخروج من الجسد في حالة الشخص المحترف فهنا المحترف نفسه هو أيضا لديه درجات في الاحتراف فهناك محترف درجة أولى وهناك محترف درجة ثانية وثالثة وهكذا فهنا تجربة الخروج من الجسد تعتمد وحسب مستوى المحترف دعونا نوضح أكثر مثلا أن المحترف جدا 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 البروفيشنل لا يهمه ننتبه الآن لا يهمه كم يبقى خارج الجسد لا يهمه لأن الزمن والمسافة في البعد الرابع ليست فيها أي معنى بمعنى هذا البروفيشنل جدا بمعنى أحاسيسه أو وعيه في البعد الرابع وعيه في البعد الرابع هو لا يرى المسافة والزمن أي لا يعيشها تكون وهمية ونقصد نحن نقصد أن هذا المحترف لا يبقى لا يبقى سنوات ولا أقصد أشهر لكن المحترف جدا نقول يسافر إلى أعماق الأكوان هكذا يسافر إلى أعماق الأكوان من أجل فهم أسرار الكون وفهم طبيعة الكون ويلتقي بكائنات تدرسه علوم الكون فجسمه هنا لا يتأثر لأن روح الجسم الضوي روح هذا المحترف تغذي الجسم باستمرار هل تلاحظون؟ وممكن أيضا في تجربة جديدة ممكن أيضا في تجربة جديدة أن روح هذا المحترف جدا الجسم الضوي يرجع لثواني للجسد وبعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى الانفصال شيء مهم أيضا نريد أن نوضحه الجسد في بعض الأحيان أخواني وأخواتي الجسد في بعض الأحيان يأمر الإنسان المنفصل أن يرجع إلى جسده الجسد في بعض الأحيان يأمر الإنسان المنفصل أن يرجع إلى الجسد تحدث عملية سحب أو تنبيه بمعنى أن الجسم المادي نفسه يسحب المنفصل إليه لأن الجسم يحتاج طعام أو يحتاج أن يشرب ماء فهناك نقول يبقى اتصال محسوس نوعا ما هناك اتصال محسوس نوعا ما ما بين الجسم المادي والجسم الضوي نشكركم أخواني وخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة نصلي من أجلكم إن الرب يبارككم ونراكم في الحلقات القادمة